ايه اكتر انواع السرطانات المنتشرة اللي بتصيب الاطفال اكتر انواع المنتشرة اللي بتصيب الاطفال عندنا كذا نوع اول حاجة هو اللوكيميا واللوكيميا لها انواع مختلفة انما اشهر نوع للسرطانات هي سرطانات الدم يليها بعد كده السرطانات الصلبة ومن اشهرها هو سرطان الجهاز العصبي او سرطانات المخ دكتور نسبة شفاء الاطفال من الاورام وإيه العوامل اللي ممكن تكون بتؤثر أصلا في إصابة الأطفال بالأورام؟ هل هي بالفعل عوامل وراثية جينية؟ عوامل بيئية؟ الخلفية الجينية للأطفال طبعا موجودة في بعض الأمراض في بعض السرطانات إنما إحنا ما نقدرش نربط إن كل السرطانات لها خلفية جينية التحور الجيني مسبت في بعض الأورام منها اللوكيميا الميلودية في منها خلفية جينية موجودة إنما إني أعممها إن كل السرطانات لها ربط بتحور جيني ما نقدرش نقول كده طيب إيه أسبابها تاني؟ أسباب السرطانات؟ عند الأطفال بالنسبة للأطفال موصلناش لحاجة بعين هنقدر نقول إن السبب ده مرتبط وجوده بإنه يحدث السرطان الفلاني ما نقدرش نربطه أو يمكن في الكبار في بعض الحاجات لها علاقة إنما في الأطفال وفي السن الصغير إن إحنا الأطفال عندنا بنحطهم في الكاتيجوري أو بنحطهم في المرحلة من الولادة إلى سن 18 سنة ما قدرش أقول إن في عوامل واضحة مرتبطة بالسرطانات إنما نقدر نقول إن في بعض الفئة من الأطفال بيكونوا أكثر عرضة للسرطانات من غيرهم زي اللي عندهم الطفل المنغولي هو أكثر عرضة للإصابة بالسرطانات الأطفال اللي عندهم نقص مناعة حاد وفشل نخاع دول بيكونوا أكثر عرضة للسرطانات وبالتالي يجب متابعتهم بصفة ملاصقة عشان نقدر نكتشف مبكر عند حدوث السرطان